رب العالمين أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه أصلي وأسلم على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله جل وعلا قد تفضل على البشرية بأن بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الهدى ومرشدا إلى ما تصلح به أحوال الخلق وأنزل معه القرآن العظيم هاديا ومعلما كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قد كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على أمور شنيعة يعبدون الأصنام ويتضرعون للمخلوقات ويتوجهون بعباداتهم لغير الله جل وعلا فكانت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لتصحيح أحوال الناس ولإعادتهم لعبادة الله دين إمام الحنفى وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وجاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة المصطفى في ذلك وكان من أبرز خصائص هذه الدعوة المباركة أنها مصححة لعقائد الناس فكانت تربط الناس بالله جل وعلا لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو النافع وهو الضار كما قال تعالى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يَصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَه وهو الغفور الرحيم وإذا كان الله هو المتصرف في الكون ومن صفته أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ومن صفته أنه مطلع على جميع ما في الكون كما قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقد أخبر الله جل وعلا أن دعوات الأنبياء كانت منطلقة من الدعوة إلى إفراد الله بالتوحيد وصرف العبادة له وحده دون من سواه كما قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِيبُوا الطَّاغُوْتَ ومن تلك العبادات الصلاة فإن الصلاة لا تكون إلا لله كما قال تعالى فصلِّ لربك وانحر وهكذا عبادة الذبح والنحر لا تكون إلا لله تعالى ومثل هذا عبادة الدعاء فلا يدعى أحد سوى الله كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال جل وعلا محذرا من طريقة أهل الشرك الذين يصرفون عبادة الدعاء لغير الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وكيف يدعو الإنسان غير الله والله قد فتح للعباد باب الدعاء وجعل الباب مفتوحا كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وكما قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومن العبادات التي لا بد أن تصرف لله بحيث لا تصرف لأحد سواه عبادة النذر فلا ينذر إلا تقربا لله تعالى وهكذا عبادة الخوف وعبادة الرجا فلا يرجى إلا الله كما قال جل وعلا رأم آمرا عباده بأن يفردوه بعبادة الخوف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال في آيات كثيرة تأمر العبادة بهذا الأصل لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بعثه في مكة قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة يدعو الناس في أوائل الدعوة إلى تصحيح معتقداتهم لترتبط قلوبهم بالله جل وعلا ولم تفرض الصلاة التي هي أول الواجبات إلا بعد عشر سنين من بعثته صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته بثلاث سنين ولذا كان من شأن علماء هذه الشريعة المباركة أن يؤكدوا على ما أكدت عليه هذه الدعوة النبوية الكريمة من إفراد الله بالعبادة وتصحيح المعتقدات وهكذا الناظر في آيات كتاب الله جل وعلا يجدها جلية واضحة في السعي في تصحيح عقائد العبادة وقد ألف علماء الإسلام مؤلفات لتوضيح هذه الأصول العظيمة أصول المعتقدات فكتبوا كتابات في المعتقد لتكون منطلقا للناس وممن كتب الإمام المزني الإمام المزني وهو الإمام الفقيه الحافظ أحمد بن محمد ابن أحمد المزني رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة أهل السنة وهو من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من تلاميذ الإمام الشافعي وقد توفي سنة مئتين وأربعة وستين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد توفي قد لازم الإمام الشافعي وتعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله قد توفي في سنة مئتين وأربعة وقد ولد سنة مئة وخمسين معنى أن عصره قريب من عصر الصحابة والتابعين والإمام الشافعي رحمه الله إمام من آئمة السنة وإمام من آئمة أهل المعتقد الصحيح وإمام يرضى في دينه وفي علمه وفي تقواه رحمه الله تعالى والعلامة المزني رحمه الله كان ممن حافظ وحافظ على مجالس الإمام الشافعي وروا عنه عددا من كتبه ومؤلفاته التي لا زالت موجودة بين الناس وقد كتب الإمام المزني عددا من المؤلفات التي كانت لها مكانتها ومنزلتها ومن ذلك كتابه في إبطال التقليد وكتابته في شرح السنة التي بين أيدينا والتي نتقرب إلى الله جل وعلا بقراءتها وتدارسها ومعرفة ما فيها من المعاني والأحكام وقد ذكر في أوائل هذه الرسالة الإسناد الذي نقلت به هذه الرسالة من طريق علي بن عبد الله الحلواني وهو من تلاميذ الإمام المزني قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة كلمة السنة تطلق على إطلاقات متعددة مرة يراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله كما قال عليكم بسنتي ومرة تطلق ويراد بها المستحب كما هو اصطلاح الفقهة ومرة تطلق في مقابلة البدعة ويراد بها الطريقة المشروعة في الدين قال بعض أصحابنا بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف يعني يقول توقف في مسألة خلق القرآن هذه النسبة ليست بصحيحة للإمام الشاف للإمام المزني رحمه الله تعالى إلى أن قال إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غم شديدا فكتبنا إليه يعني كتبوا إلى الإمام المزني كتابا نريد أن نستعلم منه أي نعرف عقيدته في هذا الباب فكتب الإمام المزني كتابه شرح السنة يوضح فيه المعتقد في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر شكراً للمشاهدين